نوضح أكثر الحقيقة في آثار وتدعيات الحرب المندلعة بين روسيا وبين أوكرانيا ليست على المصاري العسكري فقط وإنما تأخذ اتجاهات متعددة منها ما يتعلق بحركة الطيران على الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا على الأراضي يقابلها في الجانب الآخر حرب في الجو وأنوانها المباشر رحلات الطيران قبل وبعد العقوبات حركة الطيران نستعرض هنا مدى تأثير رحلات الطيران بعد إغلاق الدول الأوروبية لمجالها الجوي أمام الطيران الروسي ونبدأ بالموضوع الأول نتحدث عن رحلة جوية من مطار موسكو إلى القارة السمراء وبوابتها الجزائر مثلا الرحلة المباشرة كانت ستخرج من روسيا إلى الجزائر عبورا بأوكرانيا بهذه الطريقة 3200 كيلو تستغرقها هذه الرحلة لو كانت الأمور تسير بشكل مباشر لكن بعد حزمة العقوبات وقرار حظر الطيران ستمنع الرحلات من المنطقة من موسكو من المرور فوق إيطاليا وأوكرانيا وبالتالي سيصل إلى الجزائر عبر أرمينيا بمسافة تقدر ب5500 كيلو متر وبالتالي طبعا هذا سينعكس على الوقود وسينعكس على سعر التذكرة وسينعكس على الوقت أيضا بفارق 2300 كيلو متر عن الرحلة المباشرة مباشرة من روسيا إلى الجزائر من جهة أخرى رحلة مثلا تنطلق من السويد إلى الصين من السويد إلى الصين كما تظهر في الصورة كم تحتاج من الوقت؟ تحتاج من الوقت إلى 7000 كيلو متر تستغرقهم الطيارة من السويد إلى الصين بشكل مباشر مرور بروسيا وإستونيا وأرمانيا وروسا لكن ماذا بعد العقوبات؟ كيف يمكن أن هذه الرحلة تتغير بشكل مباخر؟ ستتحرك من السويد مباشرة مرورا ببيلاروسيا وأوكرانيا وأرمانيا وطاجكستان والصين ثم تصل إلى العاصمة بكين بالتالي بفارق 2000 كيلو متر عن الرحلة المباشرة مع أن الرحلة يعني من 7000 كيلو إلى 9000 كيلو في 2000 كيلو زيادة في الرحلة طبعا هذا بينعكس على سعر التذكرة بينعكس على الوقت، استخدام الوقود وينعكس على أشياء كثيرة جدا بعد المقاطعة طبعا شرحنا أن الرحلة ستكون أطول بكثير جدا لو رحلة أخرى من فنلندا إلى سيدني في إستراليا الوقت 14000 كيلو متر يستغرق من فنلندا إلى سيدني مرورا بأوكرانيا والأجواء الروسية 14 كيلو متر لكن ماذا لو بعد العقوبات كيف ستتأثر هذه الرحلة بعد العقوبات مباشرة من فنلندا إلى سيدني كم يمكن أن يمر الوقت أو تستغرق من الوقت بهذا الموضوع ربما ستتحول هذا المصار يضرب هذا المصار في عدد كيلو مترات وفي عدد ساعات وفي تكلفة في الحالة الجديدة فإن الرحلة ستضطر للمرور فوق بيلاروسيا وأوكرانيا ما بين أفغانستان وإيران مرورا بالهند وماليزيا وصولا إلى سيدني بفارق كم كيلو؟ بفارق 2400 كيلو متر عن الرحلة التي كانت تشسير بشكل مباشر وبالتالي هذا كما قلنا سنعكس على التكلفة وسنعكس أيضا على الوقت